يسوع هو الرب أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية موضوع يسوع هو الرب وهذا الموضوع مهم جدا لأن الحالة لم تغيرت من أيام ولادة يسوع المسيح حتى يومنا هذا ما زال هذا الإسم وما زال هذا اللقب يواجه العداء ويواجه الرفض والإنكار وواجه تحديات كثيرة ومن أجل هذا الإسم استشهد على مر العصور والأزمان ملايين الشهداء من أجل شهادة ربنا يسوع المسيح يسوع هو الرب وهذا هو إيمان المسيحيين وهذا الإيمان هو إيمان مصيري أبدي إذا آمنت أن يسوع هو رب فطبعا لابد أن تحصل على الحياة الأبدية إن رفضت يسوع هو الرب فلابد أن تواجه الدينونة وخليني في البداية أقول أحبائي شيء مهم جدا الرب هي واحدة من أقوى التعبير ومن أهم الدلالات للهوت المسيح هو لقبه الرب فبتشوف هذا اللقب تكرارا ومرارا في الكتاب المقدس ولسيما في العهد الجديد هو الرب أولا هذا هو حق ذاتي وشرعي فالمسيح هو رب لأن هذا شيء من حقه أو من حقوقه فهو الرب من قبل الأزمنة الأزلية لأنه هو الله وهذا حق شرعي ولقب شرعي لالله الخالق والفادي أيضا شيء ثاني يسوع هو الرب بجدارة وكفاءة ليه؟ لأنه أكمل عمل الفداء الكامل وختم هذا العمل الكفاري بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات فاستحق أن يحصل على هذا اللقب والرسول بولوس يلخص كل الفكرة في رسالته إلى كنيسة فليبي الإصحاح الثاني من آية خمسة مكتوب فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي عن يسوع إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب اسمع ما يقول كتاب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فإذن المسيح هو الرب لأنه أطاع حتى الكمال يقول كتاب الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السمويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده من الذي يملأ الكل في الكل رسالة أفسوس الإصحاح الأول من آية عشرين للآية اتنين وعشرين فإذن هذه التعبير اللهوتية مهم جدا نرى أن المسيح هو رب هذا حق شرعي وذاتي ثم المسيح رب لأنه أطاع بالكامل وأكمل خطة الفداء بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات فهذا طبعا يعني موضوع تسبيح وعبادة لأنه أكمل عمل الخلاص الكامل من أجلك ومن أجلي أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثه بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة 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 شكرا